اللي بعده كابتن حلمي من وجهة نظرك ايه هو الفرق بين النادي الاهلي والاندية الاخرى طبعا هو نك فرق بين النادي الاهلي لو انت شاب فيه احراج في الكلام ده لا لا خالص لا لا خالص من لسه ايلوان نعم النادي الاهلي منظومة بتضرب احترافية وعلى مستوى الادارة بصفة عامة وعلى مستوى الكورة بصفة خاصة فيه احترافية في الادارة يعني انا مثلا حد مثل بسيط يعني لما كنت اكلم سيده وده ابن من ابنائي سيد عبد الحفيص اقول سيد انا محتاج اخذ العبد الفلاني من عندك اعارة يقول يا كابتن كلم امير توفيق كلم امير توفيق يعني ما يقوليش لا انا حخلص الموضوع لا كل واحد كل واحد ليش شغله لما كلم الكابتن الخطيب يقولي شوف بتوع الكورة يعني كل واحد محدش بيجي على حساب حد محد منظومة وده سر نجاح النادي الاهلي وده سر نجاح النادي الاهلي انه فيه نظام فيه احتراف في الشغل فيه محدش بيتخطى حدوده وده سر نجاح النادي الاهلي وده سر نجاح اي مدرب بيجي النادي الاهلي شكرا